دارس بنات المستقبل الثانوية بأخلاق وبعلم مرقا بسم الله الرحمن الرحيم اليوم حنكمل الجزء الثاني للصف العاشر من حل أسئلة درس البعد بين نقطة ومستقيم يالا نبدأ مع بعض السؤال السابع بحكي لي السؤال السابع جد البعد بين المستقيمين لام وكاف عندي معادلة المستقيم لام ومعادلة المستقيم كاف كمراجعة سريعة نرجع بنحكي اسم درسنا البعد بين نقطة ومستقيم لازم يا صبايا يكون في عندي إحدافيات نقطة ومعادلة مستقيم تتذكروا لما كتبت لكم الحالات حكينا الحالة الثالثة أنك تفرد نقطة على مستقيم لأنه ما عندي نقطة شو بدي أعمل تختاروا واحد من المستقيمين لام أو كاف تفردوا عليه نقطة أنا بحالتي لليوم فرطت لكم نقطة على المستقيم لام وهي سين تساوي صفر هيها مكتوبة عندكم بتعودوا بالمستقيم لام يا صبايا ستة ضرب صفر يساوي تمانية صاد زائد ثلاثة صفر يساوي تمانية صاد زائد ثلاثة بتنقلوا تمانية صاد على جهة والثلاث على جهة بتقسموا بكل الحالتين حيطل معكم صاد تساوي سالب ثلاثة على تمانية إذا نصار في عندي نقطة في عندي معادلة للمستقيم كاف بقدر أطبق مباشرة نعم بقدر البعد بين نقطة ومستقيم يساوي ألف سين واحد زائد با صاد واحد زائد جيم تحت الجدر ألف تربيع زائد با تربيع ثلاثة هلأ تطبق مباشرة يا صبايا هاي هون في عندنا المعادلة المستقيم الألف ثلاثة ضرب صفر زائد با سالب أربعة ضرب النقطة صاد سالب ثلاثة على تمانية جيم اللي هي ناقص خمسة على ثلاثة تربيع تسعة وسالب أربعة تربيع ستعاش صفر مباشرة بس اختصرنا بين الأربعة والتمانية ثلاثة على اثنين ناقص خمسة على خمسة ثلاثة على اثنين وحدت المقامات ناقص عشرة على اثنين على خمسة ما تنسوا سالب سبعة على اثنين السالب بتروح لأنه قيمة مطلقة سبعة على عشرة وحدة طول هلا أدعي أحكي لكم يا صبايا لو حدا وحدة حلت بالعكس طلعت لي النقطة على كاف يعني عملت فرضة النقطة هون واشتغلت على هاد المفروض يطلع محا نفس الجواب فبتأمل منكم تحلو لي وتتأكدوا أنه نفس الجواب تمام هيك؟ ننجي هلأ على سؤال تمانية وصراحة سؤال تمانية سؤال يعني بيختصر بيختصر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى الدرس بكل حالاته يلا مع بعض سؤال تمانية ركزه معي كتير منيح لأنه سؤال بده تركيز إذا كانت ألف أربع صفر إحداثيات النقطة ألف باع خمسة سالب ثلاث واجيم سالب واحد سالب تنان جد مساحة المثلث أنا صبايا بدي أمشي معكم كيف كيف كاني طالبة كيف بدي أفكر رسمت رسم تقريبي للمثلث واضح؟ بكتب قانون مساحة المثلث بلاش قعد أفكر شو بدي أعمل خليني أكتب القانون مساحة المثلث يساوي نص ضرب طول القاعدة ضرب الإرزفاع طب يا صبايا أنا عندي طول القاعدة باجيم عندي الارتفاع اللي نازل من ألف لباجيم لا ما عندي إذن لازم أطلع طول القاعدة وأطلع الارتفاع عندك نقطتين المسافة بينهم هي طول القاعدة إذن رح أستقدم قانون المسافة بين نقطتين اللي قلت لكم احفظوا هون دوري أربط كل القوانين اللي أخدتها سين 2 ناقص سين 1 تربيع زائد صاد 2 ناقص صاد 1 تربيع تطبيق مباشر يا صبايا سين 2 سالب 1 ناقص 5 تربيع ناقص 2 ناقص سالب 3 تربيع سالب 1 وسالب 5 سالب 6 ربعوها 36 سالب 2 زائد 3 موجب 1 ربعوها 1 إذن طول القاعدة هو جزر السبعة و30 أنا هك أمنت طول القاعدة من ضل عندي الارتفاع صبايا الارتفاع بأي مثلث هو القطعة الواصلة من رأس الزاوية ولغالية القاعدة يعني من الزاوية إلى القاعدة أنا افترضت هذا هو قاعدتي إذن هذا هو ارتفاعي طب الارتفاع ماذا يمثل؟ المسافة بين النقطة ألف والمستقيم باجيم إذن هون إجا درستي لازم أطلع المسافة بين النقطة ألف والمستقيم باجيم هلأ شو مشكلتي يا صبايا؟ إنه أنا ما عندي عشان أطلع المسافة بين النقطة ومستقيم لازم يكون في عندي معادلة طب ما عندي معادلة إذن شو بدي أطلع؟ بدي أعمل معادلة صاد ناقص صاد واحد يساوي الميل في سين ناقص سين واحد رجع لنا نفس الموضوع طبقت لأتحالي بحاجة إلى الميل يعني شوفوا أنا كم شغلة عملت طلعت الميل طلعت المعادلة عشان أعمل البعد بين النقطة ومستقيم طب قانون الميل صاد 2 ناقص صد واحد على سين 2 ناقص سين واحد بديهيا أنا عم بشتغل يا صبايا على أي نقطة؟ انتبهوا معي على مين عم بشتغل؟ على باجيم فديري بالك الدخلي لألف بالموضوع إحنا اتفقنا المستقيم القاعدة هو باجيم طبقنا سالب 3 زائل 2 سالب 1 على 6 الميل صار صالع عندي شوفوا كيف هاي بيّنت لكم بهالي الخطوة شوفوا انه أنا رجعت عوضت الميل في المعادلة صاد زائل 3 الميل في سين ناقص 5 تكملنا عمليات الرياضيات هلا بحثة صارت يلا صاد زائل 3 بديه أن أقول لهم كلهم على نفس الجهة لأن اتفقنا المعادلة يجب أن تكون على الصورة القياسية المقام 6 تذكروا لما حكيت لكم كيف نتخلص من المقام بضرب بالرقم الموجود في المقام عشان أتخلص منه أو بواحد مقامات أنا هذيك المرة اتبعت توحيد المقامات اليوم ضربت بسالب 6 عشان أتخلص من الستة ومن السالب يجوز بأي طريقة بدك ياها يا صبايا صارت عندي هاي المعادلة معادلة المستقيم والنقطة ألف موجودة بقدر أطبق البعد بين نقطة ومستقيم يلا النقطة المعامل سين واحد ضرب النقطة ألف سينها الإحداثي سيني أربعة زائد 6 ضرب صفر زائد 13 على تربيع الواحد واحد تربيع الستة ستة وتلاتين صار عندي سبعة طعش على جذري السبعة وتلاتين مساحة المثلة تساوي نصف ضرب أديت معي طول القاعدة لما حسبناها قبل شوي هايو جذري السبعة وتلاتين أديت معي الارتفاع سبعة عشر هايها على جذري السبعة وتلاتين أعقم يا صبايا تخافوا من الجذور يعني ما تخافوا من الجذر أبدا عند الإيجاب جذري السبعة وتلاتين تقدري بدون ما تستخدمي حاسبة ستة فستة ستة وتلاتين إذن ممكن بسهولة أطلع إذنو سبعة وتلاتين جذرها ستة مثلا ستة وشوي بتروح هاي مع هاي مساحة المثلث سبعة عشر أتنين تمانية ونص وحدة طول وحدة مساحة عفوا وحدة مساحة لنطلب مساحة المثلث مساحة مربعة يعطيكم ألف عافية نكمل هلأ السؤال التاسع يلا نكمل هلأ السؤال التسعة السؤال التسعة بيحكي لي جد قيم الثابت نون زي ما أنتم ملاحظين فيه أن نقطة هي تلاتة نون والمستقيم خمسة سين زائد اتناش صاد يساوي سالة بخمسة وتلاتين هلأ أنا عشان أطلع البعد وين نقطة ومستقيم بحط القانون ألف سين واحد زائد با صاد واحد زائد جيم تحت الجذر ألف تربيع زائد با تربيع بالسؤال أعطاني البعد يساوي ثنين واحد يعني هون ثنين يساوي بكتب القانون يا صبايا وطبق عليه ألف قدية مقدارها هايها معينت لكم ياهم هون خمسة ضرب قديش قيم تسين واحد تلات زائد با اللي هي تناش ضرب قديش صاد واحد اللي هي نون زائد خمسة وتلاتين على الجذر الخمسة تربيع خمسة وعشرين اتناش تربيع مية وأربعة وأربعين مع بعض عمليات اللياضيات خمسة تلات خمسة تربيع زائد اتناش نون زائد خمسة وتلاتين على جذر المية وتسعة وستين كل هات بساوي لتنين شو منعمل احنا بالعادية يا صبايا بحط بضرب ضرب تبادلي هلا انا في عندي شغلتين ما تنسوا انه في عندي قيمة مطلقة يعني اما كان اللي جوه سالب او ما كان سالب بدنا نحل خطوة خطوة انا بدي افترض الخطوة الاولى انه ما كان سالب يعني اتنين يساوينا خمسة وخمسة وتلاتين اللي هي خمسين زائد اتناش نون على تلات عشر بضرب ضرب تبادلي ستة وعشرين تساوي خمسين زائد اتناش نون ناقص خمسين نقلناها ناقص اربع وشرين يساوي اتناش نون بدي نون لحالها فنون تساوينا سالب اتنين او انه هذا المقدار كله مش اتنين سالب اتنين لاش لانه زي ما اتفقنا في قيمة مطلقة ممكن يكون فيه سالب او لا 12 نون زائد خمسين تساوينا 13 في اتنين سالب ستة وعشرين بدي انقل خمسين للجهة التانية نفس ما عملتون واقسم على 12 فتطلع معي سالب ستة وسبعين على 12 اذا نون عندي لها قيمتين تمام يلا نبدأ مع بعض بسؤال عشرة يلا السؤال عشرة بيحكيلي نكزو معي كتير منيح فيه سؤال عشرة ايش بيحكي سؤال عشرة رسمني رسمه على الكتاب بس الفرق انه انا ها ها كيف يطلع احداثيات احتم neu انقلع بنها نقطة ومستقيم انا كيف يطلع احداثيات ها الاحداة السيني هايوا تمانية والصادات خمسة اذاه انا ستنتجت انه هي تمانية وخمسة طيب turbo بدي اطلع البعد بين نقطة ومستقيم هل في اندي معادرة الخط مستقيم لا ما عندي برضو بدي أروح معادلة الخط المستقيم صاد ناقص صاد واحد يساوي الميل في سين ناقص سين واحد طب هلأ أنا بالرسمة عندي ميل لا أطلع الميل أنا عندي بالرسمة الزاوية هون ستين حلأ اتفعنا أن الميل هو ظل الزاوية المحصورة بين محور السيناس الموجب إذن هاي قدية بتكون هون مية وعشرين إذن الميل هو ظل المية وعشرين وهو سالب جذر الثلاث خلأ بطبق مباشرة هاي يعنى تكلمو الأشياءات هي ideaها صاد تنزل صاد واحد صد واحد له هي صفر في الميل هاللي طلعته سين ناقص سين واحد هي صفر لأن صاد واحد وسين واحد هي نقطة الأصل هايها دال وهي صفر صفر اصطر عندي طلعت المعادلة هي حتتلكم عليها بلون حددت لكم هي peleون الذهر عندي نقطة وعندي معادلة الخط مستقيم بطبق تطبيق مباشر 10 سين واحد زائد باصاد واحد زائد جيم على Orph زائد باتربيع لاحظوا هون ما عندي هين فإذا بعد الخمسة هون في صفر فما بكتبوا عادي ثلاث زائد واحد تحت الجذر هي أربعة بالتبسط عمليات الأولوية للضرب تمانية جذر الثلاث زائد خمسة على اثنين إياكم أي وحدة تجمع لي الثلاث زائد خمسة على اثنين لا يمكن أجمع لأنه في عندي جذر وحدة طول نروح على سؤال 11 سؤال 11 بحكينا استخدم الهندسة التحليلية في إثبات أن مركز الدائرة الذي يمر برؤوس مثلث قائم الزاوية يقع في وانتصف الوتر أنا بالنسبة إلي كرسمة هيك بسيطة قد تطلع معكم أدق رسمت دائرة رسمت مثلث قائم الزاوية ولو أنه هون مش كتير دقيق هذا الخطل بس مثلث قائم الزاوية كرسم هيك يعني توضيحي صبايا دائما لما بترسم مثلث خلي نقطة الأصل هون ليش أنا بتريحني لما يكون في عندي لأنه أنا بالسؤال ما أعطاني ولا قيمة أنا بدي أفرض قيم أنا اللي بدي أكتب قيم نقطة الأصل صفر صفر المثلث هذا اسمه ألف باجيم أنا سميته هلأ النقطة الأصل هون شو إحداثيات ألف انت مشيتي بمقدار سين واحد إذن أنا ممكن أوحط إحداثي السيني سين واحد ما في صادات إذن صفر طيب جيم شو إحداثيات السينات هون ما في صفر وإحداثيات صادي صاد واحد وضحط أنا هاني طلعت ألف باجيم هلأ مين النقطة اللي بدي أفرضها منتصف الوتر طلعوا لي على الوتر اللي عندكم ألف جيم إحداثيات منتصف الوتر هي واو كيف بدي أطلع إحداثيات النقطة واو اللي هي منتصف الوتر عن طريق إحداثيات نقطة منتصف قطعة مستقيمة إحداثيات النقطة واو سين واحد زائد سين اثنين على اثنين طب من هي سين واحد اللي هي سين واحد زائد من هي سين 2؟ صفر على 2 من هي صاد 1؟ صاد 1 من هي صاد 2؟ صفر مافي على 2 إذن شو حدافيات النقطة واو سين 1 على 2 وصاد 1 على 2 شفتوها؟ علاق شو مطلوب أني أثبت لما يحكي لي منتصف الوتار يعني هاي بدها تساوي هاي شو بدي أعمل؟ بدي أطلع وبدها تساوي لي هاي لأنه إحنا اتفعنا قبل إذا بتتذكروا بالدرس بدروس الدائرة للفصل الأول القطع المستقيم الواصلة بين الرأس القائمة والوتر تنصف الوتر إذا بتتذكروا طيب خلينا نشوف مع بعض بدي أشوف هل بيطلع معي فعلا بيتنصفين ولا لا المسافة ألف واو كيف يطلحها؟ هاي المسافة بين نقطتين هي هاي ألف واو معين؟ سين 2 ناقص سين 1 تربيع ذات صاد 2 ناقص صاد 1 تربيع تبه يا صبايا أنه أنا سين 2 هي نفسها سين 2 يعني هون سين 2 من هي سين 1 ناقص سين 1 على 2 تربيع زائد الصادات من هي صفر ناقص صاد 1 على 2 تربيع طبقت سين 1 اللي هي هاي تربيع على لما هون وحدنا مقامات على 2 على 2 راحزوا معي لما بتروح ذي مقامات بتصير عندك سين 1 ربعي للي 2 جو هي 4 طيب نيجي هون صفر ناقص صاد 1 صاد 1 ربعي للي 2 4 تحت الجذر حطيه للجذر للأربعة طبعي برأدة جذره 2 إذن 1 على 2 في تحت الجذر سين 1 تربيع زائد صاد 1 تربيع من هاد هاي المسافة ألف واو أول جذر اللي هي هاي نشوف طيب المسافة جيم واو من هي جيم واو يا صلايا جيم واو لك التبقي لنفس القانون المسافة بين نقطتين سين 2 ناقص سين 1 تربيع على صاد 2 ناقص صاد 2 ناقص صاد 1 تربيع من هي سين 2؟ هايها صفر ناقص صاد 1 على 2 تربيع زائد صاد 1 ناقص صاد 1 على 2 تربيع زي ما عملت قبل شوي لازم اني أنا أربع وطلع لبرة فبتطلع عندي جذر الأربع 2 وبتطبقى سين 1 تربيع زائد صاد 1 تربيع هاي أنا طلعت جيم واو بالمثل بالمثل نجد طول با واو اللي هو هاد با واو رح يطلع معي صبايا نفس الإشي نص في جذر سين 1 تربيع زائد صاد 1 تربيع بكتب بما أني أنا ألف واو بتساوي إنا با واو تساوي جيم واو وألف واو واو جيم اللي هي نقطة واو تنص في الوتار فإذن واو بالوضع الطبيعي رح تكون معي نقطة المركز للدائرة وهو المطلوب يعني أنا رسمتي عشان تكون بدقة أكبر لما بتكون دائرتي هيك أكبر فرح تكون واو هي المركز تمام هيك خلصنا من سؤال 11 ننتقل هلأ مع بعض لسؤال 12 بحكي لي استخدم الهندسة التحليلية في إثبات أن قياس الزاوية المحيطية المقابلة لو قطر الدائرة تساوي 90 درجة أنا فقط حبت أذكركم أنه إحنا بالأساس بالفصل الأول لما أخذنا وحدة الدائرة حكينا أنه الزاوية المركزية اللي بتكون 180 درجة تقابلها المحيطية 90 ولكن إحنا هلأ درسنا إشي تاني هلأ إحنا بنحكي عن ميل مجرد ما أنشوف رقم 90 أو تعامد بخطر ببالي أنه لازم أطلع ميلين وحاصل ضرب الميلين هو سالب واحد إذن أنا بكتفي أني أبدأ بالرسم ولا إشي أنا لازم أرسم هلأ دائرة لازم أرسم رؤوس مثلث علمتكم أو حكيت لكم قبل شوي أنه أنا لازم أبدأ بنقطة الأصل 00 لما يكون معاطيني بالسؤال ولا قيمة طيب فوق نصف القطر متساوية صبايا للجميع ففوق عندي قيمة را نصف القطر صفر سينات ورا صعدات هون صفر نفس قيمة را ولكن لأنها بالسالب فحطينا الإحداثيات سالب را دال هي أي نقطة اللي هي الرأس الثالث للمثلث اللي لازم أحطه عشان أطلع الزاوية المحيطية اللي هي تسرين سواء من هاي الجهة أو من هاي الجهة ما بفرق معي صبايا هي إحداثيات هسين واحد صاد واحد أنا بدي أبلش أستنتج أكيد كل نالاتكم حتطلع الميل لبا دال وميل جيم دال وحاصل ضرب الميلين سالب واحد ولكن فيه شغلة لازم نتذكرها كونه ما حكالي مثلث لحاله حكالي إنه قطر دائرة يعني إني جاب سيرت إني لازم أرسم زاوية على قطر دائرة إذا النقطة دال هاي اللي عندي كونها وقع على الدائرة تحقق معادلة الدائرة اللي هي سين واحد تربيع زائل صاد واحد تربيع يثاويرها هلا هاي المعلومة احتفظوا لي فيها بس نمشي الشغل اللي متعودين عليه نطلع ميل جيم دال يلا فرق الصادات على فرق الصينات الفرق هون إنه أنا صاد واحد ناقص ناقص را سين واحد ناقص صفر زبطنا بسطنا سالب في سالب موجب صاد واحد زائد را عسين واحد هي طلعنا الميل جيم دال نطلع ميل بادال اللي هو اللي فوق برضو نفس الإشي صاد واحد ناقص را على سين واحد ناقص صفر لاحظتم معي هاي الميلين بدي أشوف فعلا حاصل ضرب الميلين بطلع معي سالب واحد يلا نطبق مع بعض صاد واحد زائد را على سين واحد ضرب صاد واحد ناقص را على سين واحد بما أني أنا عم بحكي عن موجب وهون سالب ونفس القوس هون بدك تربطي هذا اسمه فرق بين مربعين نفس القوسين مرة موجب مرة سالب إذن هي نفسها هذا القوسين صاد واحد تربيع ناقص را تربيع على سين واحد في سين واحد سين واحد تربيع تتذكروا المعلومة اللي تلك احتفظ فيها طبعا يا صبايا أنا عشان لما يكون بدي أطلع إشي سالب واحد مفروض دايما يكون البسط زي المقام بس في عندي إشارة سالب هون بدي أربط لو رجعنا مع معادلة الدائرة وعوضنا نقلت صاد تربيع نقلت الرا تربيع هون والسين لهون رح يطلع معي أنه سالب سين واحد تربيع تساوي صاد تربيع ناقص را تربيع فأنا حطيتها بدالها على أساسا في عندي سين واحد تربيع بتروح هاي مع هاي بصير عندي سالب واحد إذن أنا بما أنه عندي هدول المستقيمين حاصل لرميلوهما سالب واحد إذن هم متعامدين إذن هي الزاوية تسعين درجة وهو المطلوب ننتقل هلأ على سؤال 13 هلأ صراحة أنه سؤال 13 بالنسبة لصف العاشر أثبت أن منتصفات أضلع الشكل الرباعي تمثل رؤوس متوازي أضلع هلأ هم يحطو لكم إياهم عساس تتذكروا استنتاجات قديمة تخص المثلث ومتوازي الأضلع اللي هي منصفات الأضلع إنه لما يكون في عندنا منصفات الأضلع وأرسم متوازي أضلع أنا بفضل إنه يؤجل إلى درس خصائص متوازي الأضلع بنفس هاي الوحدة تمام بفضل إنه يكون مؤجل لنفس هاي الوحدة لأنه حناخد هاي الخصائص بالتفصيل فإذا بدي أحكيها هلأ يعني أو أذكركم فيها هاي فيه جزء أخدتو بتاسع صف إحنا شرحنا الدرس هاي شايفين كيف إنه هم رح ترسمي إنتي شكل أي شكل رباعي بهاي الطريقة اللي أنا راسمتها وحتاخدي منصفات الأضلع طبعا هذا الشكل اللي تثبتيلي له متوازي أضلع فرح تضطلت قسمي الشكل لأربع أقسام وتاخدي إنه هاد مثلث الحال وهاد مثلث الحال وتشتغلي على خصائصه فإنت هاي كيك هتاخديهم بخلال هاي الوحدة بنرجع له إن شاء الله نجي لسؤال 14 إذا كانت النقطة 1000 هاي رسمت لكم رسم توضيحي النقطة با 35 والنقطة جيم 9 سالب 5 هاي إحداثياتهم أثبت أن المستقيمات المتوسطة للمثلث 1000 با جيم تتقاطع في نقطة وحيدة هلا بدي أحكيكم يا صبايا أنا أول إشي عشان أحكي عن مستقيمات متوسطة هي الضلع الواصل من رأس شايفين هاي الزاوية منتصف هذا الضلع من رأس الزاوية جيم منتصف هذا الضلع من رأس ألف إلى منتصف هذا الضلع هذا اللي بدي أحكي وإنها تتقاطع بنقطة وحيدة زي هاي طبعا هذا بدي أثبته هلا أنا اللي بدي أحكي لكم يا إنه لازم من الواضح من الشرح إني أنا لازم أطلع النقطة منتصف قطعة مستقيمة طبعا هي رسمة مش كتير دقيقة من ناحية هاي المحور ولكن تسعة زائد ثلاث اتنعش عتنين ويساوي ستة سالب خمسة زائد خمسة صفر عتنين ويساوي صفر أنا طلعتهم مباشرة عن رسمة هلا إنتي طلعتي إحداثيات المنتصف لجميع الأضلع هاد وهي هاي وهي هاي وهي هاي اللي هي ألف با ألف جيم عفوا نصها هاد ألف با منتصف هون وابا جي منتصف هون هنطلع معادلة الخط المستقيم لكل رأس مع ضلع المقابل لإلها مع منتصف الضلع المقابل لإلها لما تحلي المعادلة هتكتشفي إنه كل هدول المعادلات لما تحليهم راح يتقاطعوا بنقطة واحدة وهي النقطة أربعة صفر اللي هي هاي النقطة اللي هون تمام هيك رح يطلع معنا جميع النقاط أربعة صفر والتاني أربعة صفر والتالتة أربعة صفر إذن هم القاطعة في نقطة وحيدة يعطيكم العافية